مساء الخير على حضراتكم أجمعين عدنا للجلسة الرابعة من أمسية الليلة وهي أمسية متميزة جداً للباحثة الدكتوراه الواعدة أستاذ مروى سعيد ومؤرخ من مؤرخينا في العصر الإسلامي وتحديداً في العصر عباسي من القرن العاشر ميلادي وهو المؤرخ محبوب ابن كسطنطين المنبجي ومحبوب هي الترجمة العربية الأغابيوس عرضنا لكتاب التاريخ المحروف خطعاً بإسم العنوان عرضت الباحثة للطبعات المختلفة بناء على المخطوطات المختلفة المتاحة وإشكالية الإسم وبعض المخطوطات تم ترتيب الصفحات بشكل خاطئ فخرجت الطبعات ملتبسة عن الترتيب اللي انتواه صاحبه ودلوقتي بعدما كمان عرضنا لأشهر في الجلسات السابقة لمن اعتمد على المنبجي في كتابه وزي المسعودي وزي الحلبي وزي العميد وهم من اتجاهات وعرقيات وشوائر مختلفة فبتشير إلى شيوع كتاب التاريخ للمنبجي في أقطاب الدولة الإسلامية شرقاً وغرباً شمالاً وجنوباً وغالباً الباحثة هتمتعنى به في بقية الطرح بتاعها في هذه الجلسة ثم المداخلات تبعاً تماماً كنا توقفنا هنعرض المصادر كنا توقفنا عند المصادر التي اعتمد عليها بقى المنبجي في كتابة التاريخ بتاعه وزي ما كنا أشارنا في بداية المحاضرة أنه اعتمد على عدد كبير قوي من المصادر بلغات متعددة زي اللغة العربية ويونانية والسوريانية وغيرها اعتمد على بعض المصادر اليهودية والمسيحية والإسلامية واعتمد على تاريخ الرهوي بالتحديد وده المؤرخ أو دي الدراسة اللي أنا كنت أشارت إليها من شكوك أن في البحث بتاع روبرت في هويلاند بتاع أجابيوز المنبجي وقصة ابن نوقة هو كان بيحاول يثبت ويأكد أن المصدر سيوفيل الرهوي اعتمد عليه المنبجي خاصة في الجزء الخاص بتاريخ التاريخ الإسلامي اللي هو من الهجرة النبوية لنهاية تاريخه تقريبا كمان اعتمد على عدد كبير من المصادر المسيحية زي كتابات يوسبيس القيصاري ويوحن الزهبي والفم وغيرهم وكمان اعتمد على خطب مختلفة ومتنوية ده بيعكس ثقافته وبيعكس تنوع القراءات بتاعة هذا المؤرخ القراءات القصة بيه وبيوضح لنا مدى سعة مدارك هذا المؤرخ وده بيدينا فكرة عن مدى أهمية التاريخ ومدى دسامت هذا التاريخ والمعلومات المتنوعة اللي كانت فيها على مصادر متنوعة أثرت من هذا التاريخ من كمان الحاجات المهمة واللي يجب الانتشارة إليها أنه فيه تشابه أو يعني الباحثين والمؤرخين رجحوا ووضحوا أن فيه تشابه كبير بين تاريخ المنبجي وتاريخ خليفة ابن القياط واليعقوبي وبيستدلوا على ذلك من خلال التشابه الكبير في بعض الأحداث وبعض الأحداث فيه التاريخ بتاعتهم هم قدموا إشارات كثيرة بتدل على ذلك فيه الأبحاث والدراسات اللي أشارنا لها لكن مازال برضو أن احنا محتاجين دراسة متخصصة أو دراسة خاصة لإظهار وتوضيح المواضع والتفاصيل اللي تشابه فيها المنبجي مع ابن قياط واليعقوبي محتاجين دراسة بتؤكد ده وبتدعم ده يعني عايزة أقول باختصار أن احنا كل حاجة تتكلمنا فيها النهاردة احنا في حاجة لمزيد من الدراسات حولها أنا في النظر قوي كمان أنه كتاباته بصدر متنوع يعني سابس القيساري كمان تاريخ يوحن النحوي السكنداري كمان يوحن زهبي الفم ويوسيفيوس فلابيوس اللي هو يعني زهبي روماني وبيكتب كده ثم حتى مانتون في كتاب المعاني لا يعني تنوع قوي جدا بصراحة بزفزف كمان بعد كده هنتكلم بشكل موجس كده عن أهم اللي ميزت مصنف المنبجي وأحب أن أنا يعني أقول حاجة برضه قبل ما أقول السماس دي إن الحقيقة السماس دي أنا يعني استنتجتها من خلال الأبحاث أو الدراسات حالة حال المنبجي والتابه ومن خلال القراءة السريعة اللي أنا للأجزاء البسيطة اللي أنا قارتها في الكتاب بتاع المنبجي يعني خلينا نقول إن السماس دي أو المميزات أو حتى المآخذ اللي إحنا نعرضها بعد شوية دي يعني بداية يعني مش هي دي السماس كلها ولا هي دي المآخذ كلها دي الحاجات اللي ممكن نستنبطها من خلال الكتابات حول هذا المؤرخ والقراءة اللي حصل بتاريخ بتاعه ولكن أنا واثقة إن إحنا هنلاقي سماس ومميزات وعيوب أخرى طبعاً بتماعهم في الدراسة ودراسة المزيد من التفاصيل من الكتاب فهنقول السماس اللي ميزت كتابه ده إنه هو احتوى على عدد من التحليلات والترجحات يعني المؤلف ما كانت بتسجل الأحداث فقط وبيوشي لكن لا كان بيحب جداً إنه هو يبدي رأيه وكمان يرجح رأي عن رأي يعني لو في حادثة أو يعني حدث تاريخ ما في رأيين إنه هو حدث بالطريقة كذا أو حدث بالطريقة كذا هو بيعرض الرأيين وبيرجح بيقول الأرجح إيه وده طبعاً سما مهمة جداً جداً زي ما حضرتكم عارفين ليه تكون متوفرة في مؤرخ قصر ده يعني دي سما هيلة جداً إنه يكون بيقول رأيه وكمان بيرجح يعني الأراء وبيوضح لنا ليه يعني ده شيء عظيم جداً إنه إحنا نلاقي مؤرخ يعني نقدر نقول محلل أو يعني بيبدي رأيه ومش بيسرد التاريخ ويسجل أحداث فقط من المهمة جداً في الكتاب ده إنه هو ضم العديد من الوثائق يعني مهتم جداً إنه يدعم الكلام بتاعه والأحداث اللي بيسجلها جوه التاريخ بيدعمها بالوثائق كلما توفرت له الوثائق بيسجلها وبيوردها في الكتاب لدرجة إنه هو يعني أورد وثائق يعني يعني في الحروب كان بيوثق أو بيحط الوثائق القصة بالمرسلات ما بين الملك الفرس والقائد بتاعه يعني كان الحقيقة مهتمة جداً جداً بالوثائق حتى الغير هام منها كمان تم عيز مصنفه بالجمع ما بين الأحداث الدينية والعلمانية زي ما كنت قلت حضرتكو في الأول إنه ما كانش واحد بس من التاريخ لا هو كان بيسجل بصراحة الأحداث أياً كان نوعها الأحداث التاريخية بقى سواء سياسية حربية دينية بيسجل الأحداث بكل تفاصيل علشان بنعتبر أو يعتبر إن مصنف المنبجي ده مصدر مهم جداً زي مصدر حقيقة ده مش رأيي الرأي دوت أنا أخدته من بعض الدراسات السابقة هم شايفين إن هو مصدر مهم جداً زي مصدر يوسابيوس بس أنا حقيقة شايفية إن هو قد يفوق يوسابيوس أهمية خاصة في الجزء الخاص بالدين أو القوانين المقدسة زي ما قلت لحضراتكو لأن لو رجعنا لمصلاً الكتاب بتاع يوسابيوس بتاع حياة كوستانتين بلاش تاريخ الخنيسة يعني بتاع حياة كوستانتين الكتاب ده خلينا نقول إن هو يعني الراجل كان عنده محاذاة للإمبراطور صديقه وكان شاهده على بعض الأحداث التاريخية والدينية تمام لكن هو كان يعني بيحاولي جمل الحقيقة كان فيه نوع يعني من المحاذاة كده ويعني مش أمين أوث نقله للأحداث الدينية بزي لكن بالنسبة لتاريخ المنباجي نظراً لبعده الزمن يعني الأحداث اللي حصلت ونظراً برضو كلامنا في الأول المحاضرة لما قلنا إن هو كان ذاكي جداً إن هو معلقش ومحاولش يدي رأيه خالص في الأحداث الدينية دا فأنا شايف أن المصدر بتاعه في الجزء الديني دافحت إيداً هو مصدر مهم جداً جداً يعني أنا مش عارفة يعني في رأيه مطابع إحنا لحد دلوقتي مفيش أي حد استغل يعني الجزء الخاص بالقوانين المقدسة دا إزاي وأنا نفسي يعني لومت نفسي لجاهلي إن أنا مكنتش عارفة ومرجعتلوش في رسالة المجستير بتاعتي واعتمدت على المصادر آي نعم هو بعيد جداً في الفترة الزمنية بس كان لازم على الأقل أبص عليه وأخد فكرة وأشوف يعني الشرق الشرق بقى يفكر إزاي في الأحداث الدينية دي وجهة نظرهم إيه وبعدها بأربع خمس كورون يعني إيه وجهة نظرهم شايفين الموضوع إزاي ده بتيقلي موضوع يستحق إن إحنا يعني كباحثين نشتغل عليه ونشتغل عليه كويس جداً موضوع مهم أبصد كمان أبل رابعاً أفتح بس قسين صغيرين أنا باعتبر أنه يوسابيوس القيساري هو الجزء الأول من تاريخ الكنيسة لأنه بيتوقف بوفاته في 340 وإن كان العمل نفسه تاريخ الكنيسة بيتوقف قبل 325 تقريباً في حدود 313 العمل نفسه فهو كمل لنا الجزء الثاني منه وخاصة المجامع في قسم دوان يعني محبوب من قسطنطين ويضاف إليه في نفس الزمن بوجه مصري سعيد بن بطريق ويبقى كده عندنا الاثنين دولار بيكملوا عليه أما الطبعة العربية المصرية لتاريخ الكنيسة اليوسابيوس القيساري اللي صدرت عن مكتبة المحبة أصبحت دلوقتي غير ملأمة تماماً للاستخدام ورشح للجميع أن هما يرجعوا للطبعة الفرنسية المترجمة في لبنان في 2006 لو ذكرتي مش خيناني أو 2000 حاجة كده في تلك مجلدات لأنه أعيد تحقيقه على مخطوطات أكثر قدماً وأكثر أصالةً وهناك العديد من النقص في الطبعة المصرية ووظيف يعني طبعة متفققة جداً مع كلام حضرتك ووظيف على كلام حضرتك كان فيه معلومة كده أساساتنا بيقوهلنا أو يعني قالوا هالي لما جيت أشتغل في المصادر اللي علاقة بالزين وأنا كنت أول مرة يعني في طراحة أشتغل في الموضوع ده أدوني نصيحة كده وأنا صغيرة خالص في تمهيدي قالوا لي بلاش تتخدمي مصادق الترجمات العربية بلاش تتخدمي الترجمات العربية خاصة لما تقول الترجمات العربية من مصر إلى حد غير مختص وغير محقق وفعلاً لما بقارنها باللغات الأخرى يعني يكفي الدراسة اللي عملناها في الأول الدراسة النفضية ويكفي الهوامش ويكفي كتير جداً للأسف إحنا لسه نقوي يعني والله أنا حزينة وأنا بقول كده بعد أسدتنا القدامة مثلاً ما ترجمه هيرودوت ولا ترجمه ديودور أو سترابون كانوا أسدت أكاديميين مفترمين قاموا بشغل بصراحة جيد ليه أنا بقول أن الطبعة بتاعة مصر مش جيدة؟ لأنها ترجمة للنسخة الإنجليزية سنة 1953 ومنقوصة عن النسخة الإنجليزية الأصلية والمترجم تلاعب في بعض الأمور وبعض الحواشي والكتاب يعتبر في الطبعة حتى الإنجليزية من مخطوطات لاتينية متأخرة وإحنا عارفين أن النسخة القيصري أصلاً كتب باليونانية وليس باللاتينية فهي عبارة عن ترجمة ورحلة نساخة فأصابها العطب مورطين من طول رحلات النساخة ومن النسخة المتأخرة في الترجمة وبالتالي الترجمة أو النشرة النقدية الحديثة الفرنسية بتاعة باريس ريسورب اللي اتناشرت في لبنان في تلات مجلدات هي أمينة جداً للنص لأنه اعتمدت على كم هائل من المخطوطات اليونانية ومقارنة بالسريانية ومقارنة باللاتينية القديمة فخارجت أفضل سوري أن أنا فتحت قسين بس عشان كل الاتطور يعرفوا ليه لسبب أن هما الاتنين يعتبروا مكملين لبعض اتفضلوا رابعاً بقى أن المنباجي استخدم عدة تقويم التقويم في التاريخ في تسجيل الأحداث ما اعتمدش على تقويم واحد اعتمد على عدد من التقويم حتى أنه اعتمد على التقويم الهجري برضو في تسجيله للأحداث وده شيء يعني يعتبر ميزة كبيرة جداً في التاريخ بتاعه خاصة يعني أنا شايفة أنه هو كان مهتم بمسألة يعني ده استنتاجي أنا لسه برضو ما اعتمدش لدلائل عشان أقدر أقول لكن يستنتاجي مهتم جداً بأنه هو يدعم كلامه بعدد من التقويم المختلفة بسبب اليهود ومحاولتهم لزالة الألف عام دول من التاريخ أنا أعتقد أنه هو عشان كده كان مهتم قوي أنه يدعم الأحداث والكلام بتاعه يعني عدد كبير من التقويم ويأكد ده كمان هنلاقي أن المملكة زي ده ده دي الحاجة اللي أنا عملها أكد عليها مراراً وهو ناقش مسألة ترجمة العهد القديم وشرح الاختلافات ما بين التحريفات بتاع اليهود للطورة وحذر كمان المسيحيين خاصة المسيحيين السوريين من استخدام الترجمة العبرية للإنجيل لأنه شايف أنها محرفة يعني كان يعني بنوح على ده كثير جداً في المصنف بك أما بقى عن نقطة معلش هحتاج أن أنا أعلق عليها عشان توضح للناس لأنه أنا شوية يعني عمدي تحفظ على كلمة تحريفات عشان كده قلت في الجلسة السابقة قلت أنها بالمصطلح القرآني لي أو بتأويل ولكن ليس تحريف النص اليهودي أو الكتاب المقدس اليهودي ليه عدة أصول بعدة لغات العبرية القديمة ونسختها الأصلية فقدت ولم يتبقى لينا منها غير أقدم نصوص على الإطلاق هي مخطوطات كمران ومخطوطات كمران لمجموعة له البحر الميت مجموعة تعتبر مجموعة خاصة في مخطوطات كمران اللي اكتشفت ما بعد سنة 1445 تباعاً عدة سنوات وصلنا للنص السفر الواحد أكتر من عدة نسخ منهم ما يعرض باسم التقليد الذي يتفق والنسخة العبرية الأصيلة اللي حالياً بتعرض باسم النسخة الربينية أو النسخة الماسورية دي واحد اتنين نص آخر لنفس الكتاب أو السفر في الكتب اليهودية والنسحية اللي هو بيسوي صورة في القرآن النص التاني هو نص يقترب من النسخة السامرية نص تالت أو تقليد تالت يقترب من التقليد السبعيني أو الترجمة السبعينية اليونانية ونسخة أو تقليد رابع هو متميز جداً في كمران وليس له شبيه في أي من التقليد التلاتة السابقة فاحنا لدينا عدة تقليد فلا نقدرش نقول إنها تحفات هي محاولة سياغات زي ما سنقول النص العربي للقرآن وتفسير معانين في اللغات الأجنبية هو بيحاول ينقن المعنى لأنه مش هقدر يكون أمين للنص وده اللي حصل مع الترجمة السبعينية ولأنه الترجمة السبعينية اعتمدت من الكنيسة وآباء الكنيسة والمسيحية في الفترة أولى فكانوا دايماً بيرفضوا العودة للنسخة القديمة لأنها شوية ما بتسهلش المعنى عن الناس عشان كده أنا عندي كان بس فكرة التحافظ لأنه الحفاير الحديثة واكتشافات كمران والبحر الميت اكشفت لنا أمور غير اعتقدية ما اعتقدش أصلاً أن المنباجي كان على ضراية بيها ساعتها لأنه ما كانتش لسه معروفة لأن دي مجموعة خاصة كانت تركة الأرض اليهودية في فترة العصر الروماني وذهبت إلى منطقة أريحة وما حولها والبر الغربي والشبال الغربي من البحر الميت وعاشت هناك في نوع من العزلة والأمانة لنصها المقدس تمام محتاجين برضو نشتغل على الموضوع ده شوية من شاء الله هنتكلم دلوقتي بقى عن المقاخص برضو اللي حاولنا نستنتجها أو اللي حاولت أستنتجها من الدراسات اللي اتعملت قبل كده ومن خلال بعض القراءات البسيطة اللي حصلت في التاريخ ده يعني تقريباً أنا استقطقهم في حوالي ثلاث نقط وهم الاختلاف ترتيب الموضوعات الكتاب عما ذكروا المؤلف زي ما أشرت قبل كده بحضراتكم إنه كان قال إنه هيتناول الوصف الجغرافي في نهاية الكتاب لكن هنلاقيه إنه هو في التلت الأول من الكتاب أو في بداية الكتاب فده بيدل بشكل وقع عن اختلاف ترتيب الموضوعات اللي هيتناول من الواقع فده إن ده اللي بقى يعني ممكن بيدل على الاختلاف أو اختلاف ترتيب الورق بتاع المخطوطات زي ما أشارنا في الجزء الخاص بالمخطوطات لأنه هو ده السبب في كده خاصة في ضوء الإشارة الصريحة اللي عرضناها في بداية المحاضرة بتاعة الشخص اللي اسمه نجيب الحمسي اللي أعاد ترتيب الأوراق للمخطوطة دي وحطت لها أرقام فبالتالي هو الحقيقة المخطوطة دي تحديدا يعني اطلق بطت بشكل جيد آآ تاني حاجة الإسهاب في ذكر بعض تفاصيل الأحداث وإهمال أحداث أخرى والحقيقة عندنا هنا يعني مثالين في الحالة الأولى الإسهاب هو ذكر تلك كثير جدا خاصة بالحروب بين الروم والفرس وكمان وضع الكطابات أو وصق كلامه بالخطابات اللي أرسلها ملك الفرس زي ما أشرت لقائده والحالة التانية بقى أنه هو أهمل بعض الأحداث زي مثلا أنه هو مذكرش أي حدث في خلافة عمر ابن عبد العزيز حقيقة مش عارفين هل ده يعني ده حقيقي ولا ده يرجع برضو للمشكلة بتاعة المخطوطات فمحتاجين نوصل آآ يعني لنتيجة في هذه النقطة لكن من خلال التحقيقات الموجودة أو المطبوعة والرجوع إليها الحقيقة هي النقطة دي موجودة في كل الطبعات فيعني الحياة مش عارفين هل ده حقيقي فعلا وده إهمال منه ولو إني أشك إنه هو يعني يعني ما أعتقدش إنه هو يكون أهمل يعني خلافة كلها بتاعت آآ عمر ابن عبد العزيز مفيش معقول ولا حتى قرر إن هو يسجلها فأنا أعتقد إن إيه ممكن تكون فقدت مع يعني ده التفسير المنطقي لو هنحاول نستخدم المنطق في النقطة دي آآ كمان تزيقه للأساطير والنبوءات القارقة آآ يعني هو فيه طبعا مواقع قوي هو يعني دعم فيها الأحداث برواية قارقة كتير وكمان سجل نبوءات كتير وسجل أساطير وحاجات يعني لا يصدقها العقل الإنسان الحديث لكن بالرجوع لثمات الكتابة في هذا العصر وللمؤرخين في الفترة دي واللي قابلها كمان آآ يعني فترة العصور الوسطى والعصور القديمة يعني هو ده كان الطابع أو السمة الغالبة على آآ المؤرخين وعلى الكتابة التاريخية وقت زيك يعني أنا شايفة إن ده طبيعي كمان آآ يعني هقول مقطة أنا قلتها قبل كده والله أنا مش عارفة آآ مدى صحتها لكن آآ يعني من خلال اعتمادي على المصادر المؤرخين في عصور وسطى ومن خلال اعتمادي على مصادر رجال دين في فترة كتير خليني أقول إن يعني السمة الغالبة سواء في الكتابات اللي فيها يعني لرجال دين أو المتعلقة شوية بالدين سواء للمسيحين أو حتى للمسلمين هنلاقي إن هما دايماً بيحاولوا يعني حتى في الكتابات المؤرخين المسلمين نفس الكلام مش المسيحين فقط هنلاقي إن هما بيحاولوا دايماً يدعموا كلامهم بالروايات الإعجازية والمؤجزات علشان يعني يبرهنوا الأحداث التاريخية ويأكدوا مثلاً قداصة شخص ما يعني دي سمة يعني درجة وواضحة ومؤكدة سواء في المؤرخين المسلمين أو المسيحين في العصر ده وفي العصور القديمة كمان واستمرد أعتقد يعني أنا بتقولي كمان إن حتى في عصرنا الحديث ده في بعض الكتاب بيغلب عليهم يعني تأكيد كتاباتهم بالروايات الإعجازية يعني ما زال برضو الوقوع تحت تأثير الزين برضو يعني مسيطر علينا شوية خاصة في الشرق يعني أنا ده بلاحظه حتى الغادل هناك صورة كبيرة دي لكن لا لسه يعني موجود فعلى الجزء المهم بتاعنا وهو آخر جزء في العرض بتاع النهارده وهو مصر فيه مصنف المنبج درقه في البداية هو يعني كان بيتناول تاريخ للعالم بدأوا من بداية القليقة للقرن المشر واللي وصلنا لغاية المنتصف أو آخر القرن الثامن لكن الحقيقة مصر كانت برضو في حيث من كتاباته آي نعم مش بصورة مباشرة يعني ما تناولش جزء معين وقرر ان هو يسجل تاريخ مصر لكن هو من خلال عرضه للمسألة الدينية والخلافات الدينية اللي حصلت في القرنين الرابع والخامس اللي هي بشكل أساسي تلخصت في المسألة الأريوسية أو الأراء اللي أشعها أريوس يعني أشيعت فيها الأسكندرية في البداية ويعني أحداثت ضجة كبيرة وتمرت هذه المسألة والأزمة والخلافات الدينية بشكل كبير جدا 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 يعني لو هنتكلم عليها ممكن نعد أسبوع لكن يعني ما نقول بشكل مختصر هو الأزمة طبعا حضراتكم أكيد عارفين كانت حدث في مصر فيه شخص أو كاهن كنيسة اسمه أريوس قرر هو يقول رأيه في مسألة دينية عقائدية مهمة وبعدها طبعا الكنيسة ما فقتش على الرأي دوت وحصل جدل كبير جدا وتم تحريم أريوس هذا الشخص يعني وبعدين الموضوع يعني لم يقتصر على أسكندرية وتوسع وانتشر فيه الكنائس الأخرى ويعني ابتدت تحقد المجامع الدينية للفصلة هذا وبعدها الإمبراطور كوستانتين اللي هو يعتبر من وجهة نظر المنبجي ومؤرخين آخرين أنه هو يعني حامي المسيحية لأنه هو أول إمبراطور روماني أو بيزانتي يعترف بالزيانة المسيحية في الإمبراطورية الرومانية وبالتالي يعني لما خد خبر بهذه الأزمة وهذه الضجة وهذا الجدال الديني قرر أنه هو يتدخل للفصل في هذه القضية وقرر أنه هو يعقد مجمع ديني كبير مسكوني زي ما يعرف يعني بيتم فيه جمع رجال الدين من كل أنحاء يعني يتنقشوا في أمر في أمور الدين وفي هذه القضية وبالفعل تم عقد مجمع النقية الديني والقضية دي بقى استمرت من مجمع النقية استمرت بعدها لقرن من الزمان كان بطلها الأول أساناسيوس القديس أساناسيوس طبعا أسكف الأسكندرية ومن هنا بدأ الحرب الكبيرة جدا على الأباطرة الأريوسيين وعلى رجال الدين الأريوسيين وكان هو يعني المتصدي للأريوسية ويعني يتضل في هذا في رحلاته هذا ونفع خمس مرات ويعني كان موضوع كبير جدا جدا بما أنه هو أسكف كنيسة الأسكندرية بالتالي كانت كنيسة الأسكندرية هي الطرف الأول والمدافع والأساسي في هذا الديني وهذا الجدال الديني بالرغم من أنه كان فيه فترات هو أسكف أساناسيوس بينفى فيها وتنصيب أسكف أريوسي مثلا على الكنيسة لكن بيظل الأسكف أساناسيوس حامي الأسكندرية والمدافع عن عقيدة النقية وظل هكذا حتى وفايته في عام 273 واستمرت الأسكندرية هي جزء كبير وأساسي وأسكف أساناسيوس في هذا الجدال والدفاع الحرب ضد الأريوسية وضد الأريوس فمن خلال عرض المنباجي لهذا الجزء من النزاع الديني والخلاف الديني اللي زي مقلت لحضراتكم وأنه شغل حيز كم كبير جدا من كتابه تقريبا حوالي خلينا نقول أن 80 صفحة منهم هو بيتكلم عن المشكلة الأريوسية وبيتكلم عن دور القديس أساناسيوس وبيتكلم عن دور كنيسة الأسكندرية والمجامع الدينية المحلية والمسكنية التي عقدت وطبعا كان في مجامع دينية كثيرة جدا عقدت في الأسكندرية قبل تحريم أريوس وبعد تحريمه هو بيذكر كل هذه المجامع وبيوضح جدا دور كنيسة الأسكندرية ودور أسكوفا أساناسيوس يعني بيختم حديثه بيختم أنا خلط 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 لنا خمس دقايق عشان تمام وبيختم حديثه بدور الإمبراطور كوستانسين في دفوع عن المسيحية وتصوير لهذه الهرطة بس ده كان الجزء الخاص بمصر طبعا هو جزء كبير جدا وجميل جدا وطبعا يعني محتاج قراءة أكتر من كده ومحتاج دراسة أكتر من كده وأنا أقول لكم جدا والله لخص نستماعكم وفي النهاية أحب أقول لكم يعني أن يعني المصنف المنبجي ده يعني يزوء أهمية كبرى وسهم بشكل كبير في توثيق الأحداث القطرة دي وكمان يعتبر مصدر شامل وغني ولو رؤية فريقة طورات العالم بداية القليقة حتى القرن العاشر وكمان بيعكس تنوع المصادر المستخدمة توافق مع تبادلة مختلفة مختلفة للثقافات والأديان مما يسهم في فهم أعمق للتطورات التاريخية وتأثرها على الشرق وعلى الغرب وأتمنى أن في يوم من الأيام نشوف دراسات كتير عن هذا المصدر ونشوف كمان دراسات كتير تاني عن الموضوعات الموجودة جوه المصنف ده وبشكركم جدا وأصفى للإطار شكرا لحردك دكتورة وعيدة دكتورة مروة سعيد على هذا العرض اللي طبينا في محبوب بن قسطنطين المنباجي وتنوع مصادره وتأويلاته وتحليلاته الشخصية والجانب الخاص بمصر فيها أحب أضيف كلمة سريعة أنه اعتمد عليه أيضا في القرن العشر الميلادي المشرقي صليب ابن يحنى القصيص الموصلي في كتابه أصفار الأسرار وده كتاب من خمس أصفار وهو لا يذكر صراحة اسم المنباجي لكن هو نقل منه في موضعين عن خلفاء نمرود وعن بوقت سردشت في تحديداً السفر الثاني الفصول الرابع والسابع في بعض المقطع القصيرة منها ده إشارة كده سريعة للشغل كما حضرتك أو فيتي جداً في العرض النهاردة لو في حاجات مككية من حضرتكم في التلات دهائم المتبقية يرفع إيده ويدخل على طول بالمداخلة سريعاً المايك؟ لو مداخلة؟ أو تعليق؟ مداخلة أو تعليق؟ يبدو أن الحضور استمتع وكان العرض من كتر ما هو واضح ما فيش أسئلة عليه أنا بشكر حالتك لهذا العرض الخاص أحد مؤرخي الحضارة العربية الإسلامية من القرن العاشر الميلادي من سوريا وهذا المؤرخ من خلفية مسيحية ملكانية أي خلق دونية وهو محبوب بن قسطنطين بكتابه التاريخ الذي يغطي منذ نشأة الخليقة إلى عام 775 حسبما تتوقف المخطوطات الموجودة لدينا حتى الآن والموضوع يحتق إلى إعادة تحقيق النص والعديد من الدراسات على هذا المؤرخ الذي تزامن مع سعيد بن بطريق وتوقف عند 638 ميلاديا في تاريخه في الكتاب المعنون بنظم الجواهر كنت أتمنى أن أسمع إجابة هل في علاقة ما بينهم ولكن يبدو البحث ما زال يحتاج إلى الكثير والكثير إلى أن نعرف هل أخذ سعيد عن محبوب أم العكس أم مجرد أنت زمانة فقط دون أي اعتماد على بعضين والبعض خاصة أنه بيتضح من كتاب صليبة ومن كتاب المكين جرجس بن العميد الأكبر أنه بيعتمد على كلايهما مورداً اختلافات في تواريخ البطاركة ما بين كل من المصدرين فأشكر حضرتك جداً وأتمنى للجميع شهر كريم ومبارك وصوم يقرب النفس إلى الله ويزدها تقوى وسلام ويزدها محبة للآخرين واطمئنان وإن شاء الله نعود لحضرتكم بعد انتهاء شهر رمضان وعيد الفطر المبارك إن شاء الله كل سنة وحضرتكم طيبين وليلا سعيد عليكم شكراً لحضرتك شكراً لحضرتك تسباح على خير شكراً لحضرتك اشتركوا في القناة